دي حاجة حاجة تانية انا توقفت عند مقال كتبه الكاتب والباحث الكبير الاستاذ صروة الخرباوي الناس تعرف صروة كويس واحد من اللي خرجوا من جماعة الاخوان بيقين كامل واحد الذين فضحوا جماعة الاخوان بشكل كامل واعتقد انه كشف صروة الخرباوي ليه جماعة الاخوان كان ليه دور كبير جدا فيه شحن الناس من زمان مش حتى حد يقولك ايه لوه ايام لما عمل كتاب سر المعبد اللي هو كان بعد يناير لا هو ليه كتاب مهم جدا اسمه قلب الاخوان ده قلب الاخوان طلع في 2010 قبل الصور والرجل لا يكف عن الكتابة وكشف ما خفي علينا فيه جماعة الاخوان المسلمين انا لقيته كاتب النهاردة مقال نشرينه بكرة ان شاء الله فيه جريدة الدستور اسمه رسالة الى الرئيس سروة الخرباوي بيوجه رسالة الى الرئيس انا قلت هقرى الجزء الاهم منها لحضرتك وبيتكلم عن الرئيس وانه لما التقى بيه ويعني قال له ايه والرئيس قال له ايه لكن اسمعوا هذا الكلام جيدا واللي باتمنى انه 90 دقيقة يكون بيساهم في وصول هذه الرسالة مباشرة الى الرئيس فالتح سيسي لانه الكلام الذي كتبه سروة الخرباوي كلام مهم بيقول له ايه بقى سروة الخرباوي رسالة عاجلة الى الرئيس كلنا يا سيادة الرئيس يعلم ان مؤسسات الدولة المصرية ظلت في عهود حكم سابقة تنظر للاخوان وهم يقيمون دولتهم داخل الدولة نظرة الشريك في الحكم ثم اخذت تلك المؤسسات في عصر مبارك تعقد مع الاخوان صفقات وراء صفقات ثم تدخل معهم في علاقات تجارية ومصاهرات وتركتهم يتغلغلون في كل مؤسسات مصر في التعليم والاعلام والنقابات والاندية والجمعيات واهل المجر وعندما وقعت الواقع ادرك الكل انهم مسؤولون فبعثوا عن الحلول التي تكفل لهم استقصال شأفة الارهاب فلم يجدوا الا القانون والمواجهات الامنية واذا كان بامكان المواجهات الامنية ان تحجم حركة الارهابيين الا انها لا يمكن ابدا ان تقضي على الارهاب نفسه واذا كان بمقدرة القانون ان يحاصر الارهابيين ويجفف منابع تمويلهم الا ان كل هذا قد يضيع عبثا اذا كان القائم على تنفيذ القانون اعمى لا يفرق بين الصالح والطالح الارهابي والوطني الخائن والامين ولكن احيانا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وافلت بعض ضهاقنة الاخوان من اي ملاحق ولا يزالون في افلاتهم ينعمون ووقع في حوزة جهات الامن عشرات الابرياء وطالما وقع سهم القانون في صدر البريء فلن يكون هناك استقرار بل وسيصبح القضاء على الارهاب والارهابيين بالاسليب الحالية هو من ضروب الخيال او مجرد خرافة من الخرافات التي نسلي بها انفسنا لاننا باختصار سنصنع بانفسنا دوائر تكره النظام وتعادي وتستقبل كل الترهات والشتائم التي يوجهها الاخوان ضد مصر وضد سيادتكم بفرح لانه سيشفي صدره وبيقول سروة الخرباوي موجها كلامه الى الرئيس عفا التحسيس الم يحن الحين يا فخامة الرئيس لفض هذا الاشتباك الذي ليس له اي ضرورة ولا يزال يا فخامة الرئيس بعض اصدقائي من الذين تركوا الاخوان ووقفوا ضدهم بكل قوة يعانون من مؤسسات الدولة التي يعملون بها حيث ان التقارير الامنية القديمة كانت تصنفهم بانهم اخوان فلذلك يتم ابعادهم من اي ترقيات فتعتمل في نفوسهم الالام ويشتد في قلوبهم الغضب من الدولة قاطبة وكثيرا يا سيادة الرئيس زي ما بيقول سروة ما يتم مواجهة هؤلاء اثناء مقابلتهم للجهات الامنية بمقولات سازجة من عينة انه لا احد ينشق عن الاخوان ويعلم الله انني ما كتبت هذا سلفا الا لانه بعض ما يجيش في صدري وبه اعبر عن هذا عن الذي يجيش في صدور هؤلاء الاصدقاء واعذرني يا سيادة الرئيس حين اقول لك ان الشعب لم ينتخب وزير الدخلية ولا وزير العدل ولكنه انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي فاذا وقع خطأ من هذه الاجهزة لن يغضب المظلومون منها ولكنهم لا يعرفون الاك لذلك سيغضبون منك في الوقت الذي نريد فيه تجميع الكل ليكون على قلب رجل واحد لا يعبس بعقولهم احد ولا يستغل غضبهم تجاهه واذا كانت المشروعات العظيمة التي قدمتها لمصر منذ ان جلست على كرسي الرئاسة قد استوعبت طاقات الاف الشباب الا ان المشروعات وحدها لا تكفي الا اذا صاحبها مشروع سياسي وفكري تتبناه دولة يستهدف اعادة بناء الشخصية المصرية لتكون شخصية مبدعة ولذلك اعود الى اصل الفكرة زي ما بيقول سروت وهي ضرورة مواجهة الاخوان فكريا واعلاميا وفنيا وتعليميا وازن وبعض الظن حق ان هذا الامر يحتاج الى كيان قوي لديه منظومة فكرية مستنيرة والى رأس يقود تلك المنظومة وفي مصر عباقرة يمكن ان يقدم الكثير في هذا الامر بعضهم من اساتيزة الجامعات وبعضهم من فلسفة هذا العصر ومن كبار المفكرين الذين يواجهون التطر المهم ان نبدأ لاننا تأخرنا كثيرا ونحن في سباق فاما ان يسبقنا فكر الارهاب ويسيطر على عقول العاديين واما ان نسبقه ونطهر عقول الناس منهم انا باعتقد ان هذه الرسالة التي يكتبها مواطن مصري مخلص جدا لمشروع 30 يونيو ومخلص جدا ليه الرئيس عفتاح سيسي وانا اعرف ما يقنه سروة الخرباوي للرئيس من محبة لكن المهم ان يضع يعني يضع المسؤولون هذه الرسالة امام الرئيس يعني الذين يمررون المعلومات للرئيس في تقاريرهم انا اعتقد انه الرئيس لابد ان يقرأ هذه الرسالة لانها رسالة من شخص مخلص جدا اه فيه فيه اخوان كتير جدا في المؤسسات متسابين وبترقوا وفيه ناس ابرياء بيتظلموا طيب الابرياء اللي بتظلموا دولها يتحولوا الى طاقة غضب ضد المجتمع مش عاوزين ده يحصل صارت الخرباء ما بدورش على وظيفة يعني الراجل المحامي شهير وكاتب شهير ما بدورش على وظيفة ومحدش يقول هو يعني بيقول ده لسبب شخصي لا ما بيقولش ده لسبب شخصي فانا اتمنى انه هذه الرسالة انا اريت الجزء المباشر من الرسالة لكن هي رسالة طويلة اتمنى ان تصل الى الرئيس وان يقرأها بعناية شديدة لانها يعني فيها فكرة وفيها مشروع احنا محتاجين نشتغل عليه